أهلا بكم لم تلهم مدينة الفن والأدب مثل ما فعل استنجا ترى ما الذي سحر أهل الفن والأدب في هذه المدينة حتى خلدوها في أعمالهم وسيرهم الحياتية هل لأنها تقع بين قارتين وبحرين إسطنبول تقع في قارتين وبين بحرين ولها من البنيات التحتية والمآثر التاريخية ما ليس لطنجا ورغم ذلك فإنها تغبطها على الشباك التي أسرت أهل الفن والأدب هناك من زرها فشغف بها فلم يرحل عنها أبدا مثل الصحفي أو الجاسوس الأمريكي والتير هاريس والروائي الأمريكي بول بولز على سبيل المثال للحصر وهناك من زرها فشغف بها فخلدها في أحد أعماله مثل الفنانين الأمريكي بوب ديلين والإسباني لويس إدوارد واوتي الذين خصاها بعملين غنائيين وكذلك فعل أشهر رئيس وزراء بريطانيا وينستون تشيرشل الذي لم يكن سيدا في الخطابة السياسية وحسب وإنما مولعا بالرسم أيضا فوقع بعض رسوماته وهو يطل من جناحه بالفندق الذي كان يقيم فيها من المعروف أن هذا الأسد العجوز أحب مدينة مراكش ووقع بها أغلب اللوحات التي أنجزها في المغرب لكن يخفى عن الكثيرين أن هناك فندقين بطنجة يحافظان لحد اليوم على تفاصيل الجناح الذي قطن فيه تشيرشل في الأربعينات كثيرون هم التشكيريون الذين افتتنوا بطنجة ورسموا بعض مشاهدها لكن لا أحد خلدها في لوحاته مثل ما خلدها الفرنسي أونري ماتيس قدم إليها في أواخر شهر يناير من عام 1912 وظل بها نحو ثلاثة أشهر فشغف بها وعاد إليها في أكتوبر من نفس السنة وظل بها نحو خمسة أشهر يخبرنا مؤرخ الفني أنه عندما وصل أول مرة كانت السماء رمادية وماطرة وكتب إلى صديقه الفنان التشكيلي بيير ألبير ماركي قائلا يا إلهي ما الذي سأفعله سيكون الأمر سخيفا لو عدت أدراجي رائعة هي الإضاءة في طنجة لكن الطقس سريع التقلب وعندما استتب هذا الطقس سحر بالضوء والألوان فكتب إلى صديقه التشكيلي شارل كاموان مبتهجا إن الضوء هنا ناعم للغاية إنه شيء آخر غير الذي اعتدناه هناك كان استنجا فضاء بكرا بالنسبة لماتيس ومسرحا للبحث عن أنماط فنية جديدة ينفض بها تصنيفه ضمن ما يعرف بالمدرسة الوحشية في الفن التشكيلي فوفيزم وهي المدرسة التي برزت في صالون خريف 1905 بألوان فاقعة وإهمال للقيم اللونية في اللوحة أي إهمال قيمة الظل مقابل الضوء وجد ماتيس ضلته في غرفة بأحد الفنادق يقع على ربوة تطل على البحر وتستشرف المدينة القديمة كان أول فندق رفيع يبنى في طنجة شيد عام 1861 قطن ماتيس بهذا الفندق عندما رست باخرته أول مرة بميناء طنجة وتحديدا في الغرفة رقم 35 قطن ماتيس بهذا الفندق وقطنت نافذة الغرفة رقم 35 لوحات ماتيس ومنحته ما كان يبحث عنه من ضوء وظل ونمط جديد من هذه الغرفة رسم ماتيس لوحته الشهيرة نافذة في طنجة كانت تلك نافذة الغرفة رقم 35 ظل ماتيس وفيا هنا لنزعته الإهلي الجية المعتنية بالشكل العام المهملة للتفاصيل كما أنه لم يكن قد تخلص بعد من ألوانه الفاقعة فهيمن الأزرق على نافذته المطلة على كنيسة القديس أندرو الأنجليكانية وصومعة الجامع الكبير والطريق المترب الصائد من المدينة القديمة نافذة في طنجة توجد اليوم في متحف بوشكين للفنون الجميلة بالعاصمة الروسية لكن ماتيس لم يظل قابعا في غرفته هذا بل جاب المدينة القديمة وعشق قصبة طنجة وقع أكثر من عشرين لوحة أثناء مقامه في طنجة وبرز تأثير هذا المقام جليا في لوحاته اللاحقة حيث عاد إلى النزعة التشخيصية واكتست أعماله قيمة لونية تمزج بين الظل والضوء وتبتعد عن سخب تلك الوحشية التي طالما حاول التنصل منها قبل الرسو في ميناء طنجة هنا اكتسب ماتيس اللغة التشكيلية التي كان يبحث عنها وهي اللغة التي حسده عليها خصمه اللدود بابلو بيكاسو خاصة وأن طنجة أقرب جغرافيا ووجدانيا من بيكاسو منها إلى ماتيس لكن ترى ما الذي سحر أهل الفن والأدب في هذه المدينة حتى خلدوها في أعمالهم وسيرهم الحياتية هل لأنها تقع بين قارتين وبحرين أم لتقلب سمائها أم لأنها ولدت من رحم أسطورات دمتم بخير وإلى حديث الأحد المقبل بحول الآخر ترجمة نانسي قنقر